أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الإسلام هو دين العقل والعلم ولذلك نجد أن أول آيات من الذكر الحكيم نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولما كان العلم سببا في نجاح الأمم حث الإسلام في آي القرآن الكريم على التفكر في ملكوت السماوات والأرض وهذا دليل واضح على عناية الإسلام بالعقل والعلم لأن العقل هو آلة التفكير والعلم هو ثمرته ولذلك نجد القرآن قد أمر الإنسان أن يتفكر في هذا الملكوت فقال جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخر الآيات التي تحث الإنسان على أن يتفكر في هذا الوجود وأن يعمل عقله ثانيا نجد أن الإنسان الذي لا يعمل عقله ولا يتعلم في هذا الوجود خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة وبيّن لنا الله عز وجل في القرآن الكريم الذين أهملوا العقل كيف كان مصيرهم في الآخرة وكيف كان مصيرهم في الدنيا من الخسران فقال جل وعلا حكاية عن الذين ضلوا وأهملوا العقل أن يفكر وأن يتبع الحق وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير والله تبارك وتعالى رفع من درجة أهل العلم فجعل مرتبتهم المرتبة الثالثة بعد الله تبارك وتعالى وبعد الملائكة فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولما كان الإسلام هو دين العقل والعلم نهى أصحابه أن يتبعوا الظن وأمرهم أن يتبعوا البرهان والحجة والأساس القويم فقال جل وعلا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تبارك وتعالى مشنعا عن الذين يجادلون بغير علم وعبر الله عن العلم بالسلطان ليرفع من مكانته فقال جل وعلا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أي بغير علم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وهكذا كان للعقل والعلم المكانة العظيمة في الإسلام فمن هنا يجب على المسلم أن يتعلم ولا يقف عند العلم الشرعي يتعلم الصناعة والزراعة والتجارة وكل الأشياء التي تفيد الإنسان في مناح الحياة والطب إلى آخره من جميع العلوم العظيمة والتي أشار إليها القرآن في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فأشار الله عز وجل إلى نزول الماء من السماء إلى علم الفلك وإلى الثماء الثمار والنبات إلى علم النبات والجبال فهذا يدخل في علم الجلوجيا والناس والدواب هذا يدخل في جميع العلوم علوم الطب إلى آخره وفي النهاية جعل مكانة العلماء أنهم هم أهل الخشية اللهم ارزقنا العلم والتعلم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وشكرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته